اشتركوا في القناة بالزلزال في المنام ده بيرمز لوقوع ظلم على صاحب الرؤية ربما الجور على حقه من بعض المحطين به يشير ايضا لبعض القرارات المصرية مثل الحروب رؤية الزلزال قد تكون جيدة في بعض الاحيان مثل مثلا مشاهدة حدوثه في ارض قحلة وبور ده بشير لزيادة القصوبة وفيها رجوع زراعة يعني رجوع جيد بإذن الله وفيها نمو عكس يعني عدا ذلك تعتبر رؤية الزلزال غير محمودة لان الزلزال في المنام بيدل على مشاكل هيمر بيها الرأي بيدل على خلافات وعقبات موجودة في حياته فلو كان مقبل على مشروع او عمل وشاف ان فيه زلزال اثناء سيروا او مشوا في الطريق هنا لازم ان هو يبتعد عن المشروع او العمل اللي هو مقبل عليه ده لان رؤية الزلزال هنا بتكون رؤية تحذيرية ليه ان هو المشروع او العمل اللي هو مقبل عليه ده غير مناسب ليه هيسبب له مشاكل كبيرة في حياته ولو كان مقبل على زواج رب او خطوبة من شخص معين او يعني او من فتاة معينة ليحاول ان هو يبعد عنها لان كده رؤية تحذيرية ايضا لان الزواج ده مش هيكون مناسب ليه ولا للفتاة اما اللي يشوف ايضا اه يعني شوف منامه زلزال وبعد كده نجع منه يعني ده دلالة قوية على الرغبة في التغيير الافضل والاحتراص والخوف من الناحية الاخرى ولما يشوف الشخص ان فيه زلزال واقع اه الا ان هو نجع منه ده بيكون دلالة على السبات والحذر والسير ببطل حلم الزلزال المدمر في العزباء ده بيدل على وجود مشاكل كبيرة في بيتهم مع اسرتها او اخوتها واو يعني واذا نتج موت عن هذا الزلزال فموت احد موت هذا بيدل الاقتراب اجل احد افراد الاسرة ورؤية الزلزال قد يشير له حدوث فضيحة للبنت دي عن طريق شخص بتصق به وقريب منها فمثلا لو بنت عزباء شافت ان هي ماشية مع شاب معين وشافت ان فيه زلزال واقع اه فلازم تبتعد عن الشخص ده لان الشخص ده يسبب لها مشاكل الشخص ده غير مناسب لها ربما ان هو بيعشمها بالزواج ولكن الشخص ده غير مناسب لها تماما تحاول ان هي تستخير ربنا عز وجل في هذا الشخص اللي ربما اه الشخص ده مش مناسب لها تماما ويسبب لها مشاكل ومش هيتجوز منها ولا شيء المتزوجة اللي تشوف ان هي مثلا شافت زلزال وناجت منه ده بيدل على ان هي هتعيش حياة سعيدة مع زوجها وان هي تتخطى كل المشاكل ولكن الزلزال في منام المرأة يعني غير محمود لان هو بيدل على مشاكل وهموم ربما تتعرض ديها ولكن اللي تشوف مثلا زلزال وناجت منه ايضا ده يعني ولم يصبها اي ضرر اشارة القربة حملها اذا كانت بتتمنى اه الحمل الشخص اللي شوف منامو زلزال وبعد كده نجا منه دلالة على الرغبة في يعني ان هو يحاول يتخلص من مشاكل الموجودة في حياته بيحاول ان هو يتخطى العقابات الموجودة في حياته ورغبته في تحقيق امنياته ايا كانت ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم اه او رؤية وعايز فسرها ياريت اكتبها الناس في الفيديو علشان فسرها لكم فسر وقت وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة